مدبول يترأس اجتماع الحكومة ويؤكد الحرص على تنفيذ واثقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وزير الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصالات إلى 32 قتيلاً وألاف الجرحة شهداء وجرحة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة الثالثة مساء بتوقيت الطاهرة الثانية عشر بتوقيت جرانيتش نشر أخبارية مفصلة تأتيكم على تلفزيون المصري أهلا بكم تولى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئاسة اجتماع الحكومة بمقار مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من القضايا والملفات وخلال الاجتماع أكد مدبولي حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المثلى لأصول الدولة كما أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة والتي أثمرت عن افتتاح مصنع بكل الأجهزة المنزلية مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية وتطرق مدبولي لاحتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تعد إعلانا عن انطلاق المبادرة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية ورياضية والثقافية والسلوكية من أجل بناء مواطن صحيح ومتعلم ومتمكن قادر وواع ومثقف موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استعراض الرئيس الوزراء مصطفى مدولي الترتبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي والمقرر انعقادها بالقاهرة خلال الفترة من الرابع وإلى الثامن من نوفمبر القادم خلال اجتماع مجلس المزراء أكدت وزيرة التنمية المحلية من العوض أن المنتدى الحضري العالمي يعد المنصة الأولى في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ويمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر في ظل انعقاد دورته الثانية عشر بالقاهرة هذا وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنتدى يهدف لإظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممي رفيع المستوى بعد انعقاد مؤتمر المناخ قاب 27 ويعكس قوة الاستقرار الذي تتمتع به مصر على العديد من الأصعدة وخلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع حمود عصمت جهود الوزارة لخفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه بداية من الشهر الماضي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري تم تحرير نحو 513 771 محضرا لسرقة الطيار الكهربائي بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 154 مليون وتسعمائة وسبعة وسبعين ألف كيلوات في الساعة فضلا عن تحرير 116 164 محضرا خلال نفس الفترة بمعرفة الضبطية القضائية لشركات توزيع الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 115 مليون كيلوات في الساعة بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي رحب بحضراتكم في اجتماعنا الإسبوعي اللي دايما محرصين على استمرار واستدامته واللي بيبقى أهم آلية إن إحنا يحصل تواصل ما بين الحكومة والشارع والمواطن المصري ويتعرف على كل المستجدات اللي بتحصل على الساحة وبني بقى فرصة أيضا إن إحنا نرد على كل ما يصار من شواغل الرأي العام واسمحوا لي يمكن حبدأ النهاردة بعدد ليس بالقليل من الموضوعات لأن الحياة كان هذا الإسبوع حافل بالعديد من الأحداث الكثيرة جدا ولكن خلوني أبدأ الأول بالحادث المؤسف اللي حصل من تصادم قطاري الزأزي وبداية طبعا يعني بتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذا الحادث وأيضا تمنياتي بالشفاء العاجل يا رب لكل المصابين اللي مازالوا موجودين وبيتلقوا العلاج في هذا الموضوع والحقيقة إن أنا تبعت على السوشيال ميديا على طول بعديها يعني طبيعي الناس طبعا بتبقى أي حادث بهذا الشكل كلنا بنبقى متضايقين ونبقى زعلانين قوي لكن ابتدى بقى تشكك في طب المشروعات اللي الدولة عملتها على مدار الفترة ده فاتت في هذا القطاع وبرضو بتحصل حوادث والكلام ده كله والكلام اللي بيثار بهذا الكلام وأنتو أنفقته مئات المليارات على هذا المرفق ومازال أهو بتحصل حوادث طب هو إيه اللي بيحصل أرجو من الوداية إحنا بنتكلم بمنتهى الشفافية هذا المرفق كان وصل إلى حالة من التدهور كان يعني حالة الحقيقة كانت صعبة جدا نتيجة لأن على مدار عقود من الزمن ما كانش بتوصله الموارد المالية التي تكفي حتى للصيانة أنا مش هتكلم في الاستثمار ولا أن إحنا نعمل مشروعات كبيرة فبالتالي كان البداية عشان نعالج هذا الإشكال الكبير جدا في مرفق بينقل يوميا ملايين من المصريين بيتطلب جهد شديد جدا 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 والتحديث هنا أن إحنا أهم شيء في هذا الموضوع أن إزاي أن إحنا نقلل تماما من تأثير العنصر البشري في إدارة منظومة هذا المرفق المهم جدا عشان كده المرفق ده كان بيستقبل أعمال تطوير شاملة تطوير السكة نفسها الحديد أنها بتتغير بالكامل تطوير الأطراط تطوير أنظمة التحكم وأنا عايز بس أقول أن الخط تحديدا اللي حصلت فيه المشكلة اللي هو خط سكة بنها الزقزي اللي اسمع الله يابر سعيد ده طوله أكتر من 214 كيلو وفيه حوالي 21 برج تحكم إحنا غيرنا السكة بالكامل تم تطويرها بالكامل الأبراج التحكم فيه 16 منهم اتحولوا إلى أبراج كهربائية إلكترونية بالكامل متبقي خمس أبراج حيخلصوا على آخر السنة دي منهم للأسف البرج اللي كان الحادثة حصلت عنده ده المفروض المفترض إن شاء الله على بداية نوفمبر حيكون اتغير بالكامل وتحول إلى نظام مميكن كلمة نظام مميكن أو مكهرب يعني بقى العنصر البشري ما بيتحكمش فيه وإن بقى النظام بيحصل إلكتروني بيدي إشارات للقطر تقلل السرعة بيحصل تحويل للتحويلات فيه بنظم مميكن فحيظل طبعا وإحنا بنتحرك في عملية التطوير لو لقدر الله حصل أي عنصر بشري أو خطأ بشري من الوارد إن تحصل هذه الحوادث واللي بندعو الله إنها تكون في أقل قدر ممكن وإن شاء الله يا رب الفترة الجاية ده بيحفزنا أكتر عشان نسرع الخطأ في تحديث المنظومة بالكامل علشان نتجنب تماما إن شاء الله أي حوادث في هذا الشعب الحقيقة إمكان أنا حتكلم شوية النهاردة على ملف الاستثمار والتعاون الإقليمي والدولي لأن هذا الملف الحقيقة يعني المدار الإسبوع ده الحقيقة شهد حاجات كبيرة جدا ودايما بيتقلنا مفيش بديل للدولة المصرية غير بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وزودوا تشجيع المستثمر الأجنبي إنه ييجي ويدخ استثمارات في البلد أرجو من حضراتكم يعني نتابع بالضط اللي حصل على مدار هذا الإسبوع الإسبوع ده بدأ بزيارة مهمة جدا من رئيس دولة ألمانيا وألمانيا طبعا من أكبر الدولة العظمة وهي أكبر دولة في أوروبا ومن أكبر اقتصاديات العالم وطبعا كان هناك لقاء مع فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي واتفاق وتوقيع العديد من المشروعات لكن الأهم الأهم إن سيد الرئيس الألماني كان معاه وفد كبير من كبار الشركات الألمانية وبيكلموا معانا على مشروعات مهمة جدا في قطاعات الصناعة والتنمية بصورة معينة والشركات دي الحقيقة يعني بتتجه لوضع خطة تنفيذية لمشروعات كبيرة جوة مصر زاروا مع بعض طبعا واحدة من المحطات المهمة جدا لمشروع القطار الكهربائي السريع فقل السرعة اللي بتنفذوا معانا طبعا شركة سيمينز الخط الأول وده بيعتبر الحقيقة رمز من رموز التعاون ما بين مصر وألمانيا والحقيقة يمكن الشركات أيضا اللي بتنفذ هذا المشروع المهم جدا اللي أثنع عليه الرئيس الألماني وقال ده من أهم المشروعات اللي هتهزهم في تحديث مصر شركات مصرية كبيرة بين إن الله الخبرات وبقت النهار ده عندنا قادرة إنها تقوم بتنفيذ مثل هذه المشروعات في دول تانية أيضا ولكن الرسالة المهمة شركات ألمانية كبيرة قبدت اهتمام وكلها بتتكلم على توسعات القائم منها هنا في مصر بيتكلم على خطة توسع لمشروعاته جوة مصر وشركات بتيجي الأول مرة وبتقول إحنا عايزين نيجي نستثمر في مصر في خلال الفترة الجاية أيضا كان هناك اجتماع لللجنة العليا المصريك كويتية المشتركة وأيضا كان الكلام من خلال هذه اللجنة على تفعيل استثمارات كويتية بصورة كبيرة في خلال الفترة الجاية أنا قمت الحية بزيارة مهمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة والحية كان محور هذه الزيارة هو تشجيع الاستثمار في مصر وفتح أفاق كبيرة جدا لزيادة الاستثمارات إن شاء الله السعودية في مصر والحية شرفت طبعا باللقاء سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي ونقلت لي تحيات طبعا فخامة الرئيس لشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين والاسموه وحرصنا على الكلام على حاجات مهمة جدا لتشجيع الاستثمار السعودي داخل مصر في خلال الفترة القادمة بإذن الله الشيء المهم إن إحنا تم الإعلان طبعا وزي ما حالكم تابعتوا إن إحنا أنهينا مسودة الاتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشترك وأنا بس حابب إن أنا عشان لقيت برضو كلام بيتقال يعني إيه حماية الاستثمارات السعودية لا هي الاتفاقية هي اتفاقية مشتركة متبادلة بمعنى إنها اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية والسعودية أيضا والاتفاقيات دي مصر موقع على العديد والعشرات من هذه الاتفاقات السنائية مع العديد من الدول العدد كبير من الدول العربية احنا بنوقع هذه النوعية من الاتفاقيات ويمكن كان هناك رغبة مشتركة ما بين مصر والمملكة العربية ان احنا نعمل نفس الاتفاقية دي عشان تبقى للإستثمارات وتشجيع للإستثمارات المشتركة ما بين البلدين الاتفاقيات دي بتتكلم على ايه ازاي ان احنا نيسر من اجراءات دخول المستثمر ونشجعه بعض الحوافز الاجرائية والادارية ازاي لقدر الله لو في حال نوع من النزاعات يبقى فيه قليات سريعة لحل وتسوية هذه المنازعات بيبقى هو ده محور هذه الاتفاقيات والاتفاقيات دي ما بتتوقعش غير لما بيبقى فيه رغبة مشتركة من الجانبين عشان شايفين ان فيه بقى حجم استثمار مشترك وعايزين ان احنا نسعرعه ونكبره بصورة كبيرة واللي عايز اقوله لحضراتكم ويمكن حرقكم سمعته ولكن انا حابب ان انا اكرره هو ما بقاش فقط فيه استثمارات سعودية في مصر ولكن بقى فيه استثمارات مصرية ايضا في المملكة ويمكن وزير الاستثمار السعودي قال ان النهاردة بقى في السعودية في تواجد لأكتر من 5700 شركة مصرية بمشروعات هناك هم مقدرينها ان هذه المشروعات على مدار السنين القادمة بتتكلم في حجم استثمار يصل الى 70 مليار ريال سعودي فبقى فيه تواجد ايضا مصري موجود في المملكة زي ما بقى فيه تواجد سعودي في مصر واللي احنا بالتأكيد كدولتين بنشجع زيادة هذه الاستثمارات المتبادلة وتكاملها وهو ده اللي اتكلمنا عليه ان يبقى فيه نوع من الشراكات والتكامل ما بين الشركات المصرية والسعودية عشان ندخل مع بعض في كيانات مشتركة في اسواق اخرى باذن الله في خلال الفترة الجاية وده برضو استثمار اجنابي مباشر ان شاء الله الفترة الجاية يدخل الى مصر وكان طبعا يعني سموه الامير اكد على ان السندوق الاستثمارات السعودي حيبقى بيدخ في خلال الفترة الجاية خمسة مليار دولار امريكي فيه مشروعات حيبيتم الاتفاق عليها او حيتم الاتفاق عليها من الجانبين فيه قطاعات اقتصادية مهمة ده بالاضافة او بخلاف الاستثمارات اللي القطاع الخاص السعودي ان شاء الله حيدخل فيها وكان فيه اهتمام شديد جدا ويمكن كان عندي فرصة ان انا لتقي مع اتحاد الغرف السعودية واعدنا مع كبار المستثمرين الكبار هناك وكان فيه اهتمام شديد لزيادة الاستثمارات ان شاء الله في خلال الفترة القادمة باذن الله الحقيقة ايضا هناك يعني تم في خلال هذا الاسبوع ايضا منتدى للاستثمار ما بين مصر والمملكة المتحدة ويمكن معالي وزير الاستثمار ومعالي وزير المالية والرئيس الهائلة اقتصادية موجودين بالفعل وبيروجوا لعدد كبير من المشروعات اللي هتبقى في مصر ان شاء الله في خلال الفترة القادمة على سياق نفس الموضوع الاستثمار اصير موضوع راس باناس وتقال هو مصر صحيح بتطرح منطقة راس باناس للاستثمار وحيبقى فيه توجه واللي عايز اقوله لحضراتكم مش راس باناس بس احنا محددين من اربع الى خمس مناطق كبيرة على ساحل البحر الاحمر ودول ان شاء الله يعني بنستهدف ان يكون عندنا تنمية في هذه المناطق على غرار اللي اتعامل كمراكز كبيرة جدا تنموية زي الصفقة اللي اتعاملت في راس الحكمة او ان احنا كان رؤيتنا ان يحصل فيهم تنمية متكاملة وكل واحدة من الخمس مناطق دول حيبقى في قوام مدينة فبالتالي احنا الحاجات دي كلها ان شاء الله حتطرح لان الهدف كله ان الدولة المصرية تدخل في شراكات كبيرة وتكتزب استثمارات اجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الوعدة جدا كمن ناحية السياحية والتنموية وتبقى كل دي فرصة لجذب استثمارات وجذب فرص عمل وتخلق حراك كبير جدا في الاقتصاد المصري في خلال الفترة الجاية منهم بالتأكيد راسب ناس دي واحدة من هذه المناطق فانا عايز بس اكد ان هي مش راسب ناس بحدها ولكن هناك العديد من المناطق الاخرى اللي رؤية التنموية ان في كل منطقة من دول يبقى تنمية عمرانية متكملة فيها كل الانشطة يبقى فيه مطار يبقى فيه ميناء يبقى فيه مراين للسياحة الدولية فهي تنمية متكملة ان شاء الله بتحصل في هذه المناطق وبرضو كل ده في اطار زي ما بقول لحضراتكم استهدافنا لجذب استثمار اجنبي مباشر في خلال الفترة القادمة الحقيقة برضو في الاسبوع ده انا شرفت برئاسة المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية وحضرتها مع كل الوزر المعنيين وتبعت معاهم كل الاجراءات اللي بتتم لتسهيل وتيسير الاجراءات وتحفيز الصناعة المصرية بخلال الفترة الجاية وازاي ان احنا نقصر الاجراءات ومتابعة والمرأبة على المصانع وتوفير حتى الاراضي والبنية الاساسية واطلاق ومتابعة اطلاق منصة مصر الصناعية ولكن ايضا يمكن في نفس الوقت حضراتكم من بارح اكيد تابعتكم معايا ان احنا بنفتتح واحد من اكبر المصانع الجديدة اللي انشأت في مصر وهو مصنع بيكم ويمكن معلش انا هاكد على هذا الموضوع احنا من سنتين بس ما كانش عندنا تلات شركات هما اكبر تلات شركات في العالم في انتاج الاجهزة المنزلية هاير وبيكم بارح وبوش اللي احنا ان شاء الله هنفتتح هو بقريب كان كل جهد الدولة المصرية ان احنا ازاي نكتذب اكبر شركات في العالم تيجي تفتح مصانع هنا مش عشان تغطي السوق المحلي لكن كمان عشان يبقى هذا المصنع مركز اقليمي للتصدير من مصر لكل المنطقة الحمد لله هاير هذا الكلام حصل بارح بيكم اكيد حراكم شفتم مستوى المصنع قد ايه وحجم التقدم التكنولوجي الموجود قد ايه والشيء اللي يفرح العمالة المصرية المدربة واللي حتتضاعف لتلات اضعاف خلال فترة بسيطة وازاي الاهتمام بالبحث والتطوير والشراكة مع الجامعات المصرية عشان الافكار اللي بيطلع الشباب المصري اللي يشوفوها كشركات عملاقة زي دي يشوفوا منها بعض الافكار القابلة للتطبيق بيحتضنوه ويمولوه ويتنفذ على الارض ده اللي عمل التطفرات الصناعية في الدول الاخرى في الفترات السابقة وده اللي احنا الحمد لله كمصر شغالين عليه بقوة في خلال الفترة القادمة الحقيقة ايضا اصدرت قرار بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الاعمال ودي كانت من اخر مجموعة بعد تغيير الوزاري قلنا حنعمل مجموعات وزارية مهمة موضوع ريادة الاعمال واحتضان الشركات النشأة شيء مهم جدا 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 واحنا ان شاء الله لفترة الجاية بنفعل هذا الموضوع انتقل لملف الكهرباء والطاقة والحقيقة يمكن حضركم عملين نقرأ على الدولة المصرية بتتعاقد على شحنات وكميات كبيرة من شحنات سواء الغاز او الزيت او المزود وابتدى سمعت بعض الاقاويل والاخبار اللي ابتتدائها طب احنا خلاص وصلنا شهر سبتمبر وانتو كنت قلتولنا حترجعوا تاني لانقطاع الكهرباء وابتدى بقى يتقال ده القاهرة حنقطع ساعة وبقية المناطق ساعتين طب هو ايه الموقف وطبعا احنا كنت لما اعلنت هذا الموضوع لحضراتكم كنا قلنا ان احنا حننتهي يعني حننظر في نهاية شهر السيف حنعمل ايه مع وعدنا ان احنا حنكون حرصين على بداية او نهاية 24 وابداية 25 نوقف عملية تخفيف الاحمال لكن الحقيقة اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان احنا كل الاجتماعات اللي كنتوا بتتابعوها على مدار الاسبوعين او التلاتة او الشهور الشهرين اللي فاتوا ما كانتش فقط بغرض تأمين احتياجات شحنات الصيف احنا كنا شغالين على تأمين كل احتياجات الدولة عشان ما نرجعش تاني نقطع كهرباء وعشان كده النهاردة نواف قدامكم عشان اقوله حضراتكم وقول كل المصريين لن نقطع الكهرباء مرة اخر لن يعود انقطاع الكهرباء مرة اخر الدولة المصرية على مدار الفترة اللي فاتت دي كنا عمالين ندبر الشحنات مش عشان الصيف ولكن عشان نؤمن الشحنات لضمان استمرار هذه الخدمة وعدم انقطاع انا عايز بس اقول لحضراتكم عشان الناس ممكن ما تكونش متخيلة مدى العب حضراتكم تتذكروا لما وقفتوا قدام حضراتكم واحنا في الصيف وكان حصل يعني زيادة للانقطاعات وقلت ان احنا هندبر بصورة مبدئية مليار ومئة وتمانين مليون دولار عشان نعدي بيهم الصيف الرقم اللي احنا فعليا استخدمناه عشان نعدي فترة الصيف تجاوز الاتنين ونص مليار دولار الدولة دبرتهم علشان نضمن ان ما نقطعش الكهرباء في الصيف طب بقية الفترة اللي جاية دي كلها بنقمن الشحنات وبندير المنظومة بالكامل ازاي عشان نضمن ان ما يحصلش تاني ان شاء الله انقطاعات في الطيار الكهربي والاهم ازاي على الصيف القادم اللي هو بيحصل فيه استهلاكات عالية جدا ما يبقاش الموضوع بيكلفني فطورة ضخمة زي اللي حصلت في شهرين الصيف دول عشان كده لو حضراتكم تابعته احنا بنتكلم على ادخال اكتر من اربعة جيجة السنة الجاية طاقة جديدة ومتجددة من الرياح والشمس ومبارح كان فيه لقاء مع السيد وزير قطاع الاعمال اه اسف وزير الكهرباء والسيدة وزيرة التخطيط على تأمين موارق يعني استثمارات اضافية لوزارة الكهرباء عشان ترفع كفاءة الشبكة بتاعت شبكة التوزيع والنقل عشان لما تدخل عليها الاربعة جيجة من الطاقة الجديدة والمتكددة تبقى جاهزة لاستقبال هذا الكلام ومبارح تم الموافقة على تدبير في حدود سبع مليار جنيه اضافية لوزارة الكهرباء تنفذ بهم مشروعات لغاية الصيف الجاي عشان هذه الكميات تبقى موجودة جزء كان من هدف الزيارة للمملكة العربية السعودية التأكيد على الاسراع بالربط الكهربائي ما بين مصر والسعودية وميزة الربط الكهربائي ما بين مصر والسعودية ان احنا بيبقى استفادة مشتركة بيحصل تبادل للاحمال مع بعض احنا نعتمد عليهم في ساعات الزروة وهم كمان يعتمدوا علينا في ساعات الزروة اللي عندهم وبالزبط ده اللي احنا بنشتغل عليه معاهم وكان ده يمكن يعني تأكيد من سمو الأمير ولي العهد معايا ان احنا ان شاء الله هنسرع الخطب بتنفيذ وتحقيق هذا الموضوع ايضا ويدخل المرحلة الاولى منه قبل الصيف القادم الاهم ان احنا بنتكلم النهاردة على منظومة متكاملة ما بين الكهرباء والبترول ازاي ان انا اضمن اقصى كفاءة توليد ممكنة من محطات الكهرباء مع اقل كمية استهلاك من الوقود وده بيتعمل بمزيج معين ما بين الغاز والمزوت وازاي ان احنا مناطق معينة محطات تشتغل بنوع معين من الوقود ومحطات اخرى الهدف كله ان انا اعمل ايه حقق اكبر قدر من التوليد باقل كمية من المنتجات جزء اخر من الجهد الغير عادي اللي احنا بنعمله ويمكن انا شرحتها لحضراتكم قبل كده نتيجة لان احنا كنا تأخرنا في فطورة الشريك الاجنبي ابتدى الشريك الاجنبي نفسه ما يستسمرش فيه انتاجية الحقول بتاعتنا اللي موجودة لان الناس كتيرة تاني حفظة لقولها قالوا ده خلاص حقل ظهر بيخلص واحنا ما عندناش موارد لا الموارد موجودة عندنا والحمد لله ولكن المستسمر نفسه اللي بيطلع ومسؤول عن تشغيل هذه المناطق نتيجة لان احنا تأخرنا في الفطورة ما بقاش ينتج بالكميات الكبيرة مستهدفنا ان احنا حنرجع بإذن الله للانتاج بتاعنا قبل الازمة اللي كانت موجودة الازمة الاقتصادية اللي حصلت دي حنرجع ان شاء الله قبل نهاية يونيو القادم لنفس معدلات الانتاجية بتاعتنا لان ابتدت بعض التقارير بتشكك في قدرة مصر على توليد الغاز انا بأكد لحضراتكم الغاز موجود وكميات اكبر ولكن هي كانت النقطة كلها الشريك الاجنبي ان نرجعه تاني للإستثمار وده الحمد لله نجحنا في التفقيات سنائية اتمتها وزارة البترول ان ان شاء الله تدريجيا هتعود انتاجية كل الحقول المصرية وبنستهدف بإذن الله برضو قبل الصيف انها ترجع لان ده بيوفر لنا من فطورة الاستهراض رقم ليس بالقليل انا بس بحابب ان احنا كلنا نبقى عارفين حجم التحدي اللي احنا بنتعامل فيه في مجلفات نفس ملف الطاقة ازاي بنتحرك في اربع خمس اتجاهات عشان نؤمن هذا الموضوع بصورة متكاملة ان شاء الله فكل ده انا حبيت ان انا احيط حضراتكم به في هذا الشأن وشاهدنا زي ما حضراتكم شفتوا كان توقيع عدد من الاتفاقيات اللي تمت في زيادة الطاقات المتجددة سواء مع شركات زي ايميا باور الاماراتية تحالف اوراسكوم وانجي وتيوتا تحالف سكاتيك النرويجي كل دي يعني اتفاقيات بالضخ ان شاء الله مشروعات كبيرة ومش فقط لغاية الصف الجاي احنا بنتكلم لغاية 28 و29 يعني انا عايز بس اطمن حضراتكم وشعب المصري احنا بنقعد النهاردة مع السادة الوزراء بنتكلم على سنة بسنة هتدخل طاقات جديدة قد ايه لما هتدخل المحطة ان شاء الله محطة الضبعة على 28 هتضيف طاقات قد ايه كل دي كرؤية مقابل معدلات الاستهلاك اللي هتبقى متوقعة عشان يبقى نضمن ان شاء الله يبقى فيه توازن وعندنا قدرة على الضمان الاستدامة وعدم العودة ان شاء الله الى اي مشكلة في ملف الطاقة دي كلها نقاط الحقيقة انا كنت حابب ان انا اتكلم عليها ويمكن هناك حدث مهم جدا حصل برضو هذا الاسبوع وهو اطلاق طبعا مبادرة فخامة الرئيس للتنمية البشرية والخاصة ببداية جديدة لبناء الانسان ودي مبادرة متكملة بصورة كبيرة جدا بتهدف في الاساس زي ما حضراتكم تابعته الى مستهدفات واضحة في قطاعات زي الصحة والتعليم والتضامن والحماية الاجتماعية بصورة كبيرة جدا ده جنبا الى جنب مع العمران والتنمية اللي بتحصل عشان يبقى كله مع بعض بصورة متكملة في هذا الشأن والهدف انها هتطلع بمستهدفات واضحة وبخطط زمنية وده انا كلمت فيه مع زميل الوزراء يبقى فيه متابعة شهرية بتحقيق المستهدفات اللي حنوعد بيها الناس في هذا الشأن كل ده انا حبيت ان انا اقوله وكنت يمكن برضو ساعت بحضور تخريج الدفع الاولى من جامعات الاهلية وده كان حلم كبير جدا وحضراتكم شفتوا الحمد لله النهاردة هذه الجامعات بقيت بتستوعب يعني انا عايز اقول عشرات الالوف من شبابنا المصري في هذه الجامعات الاهلية ومتوقع ان شاء الله ان تستمر في الفترة الجاية بإذن الله اخر حاجة حابة بقولها لحضراتكم ان برضو طبعا حضراتكم اكيد ابتدى تابعتوا ان هناك بعض الحالات من المرضية اللي ظهرت في اسوان بعض الحالات اللي اتقالت ان حصلت نزلات معاوية وان فيه ناس راحوا للمستشفى على مدار اليومين او التلاتة اللي فاتوا وتحديدا فيه منطقتين في اسوان يعني منطقتين هما اللي حصلت فيهم هذه المناطق ويمكن دخلت حوالي 200 حالة على مدار الايام الماضية للمستشفى اللي متبقي فقط هما في المستشفى 43 حالة وهي حالات اعراضها بتحصل زيقيق واسهال وابتدى بقى يثار هو ايه المشكلة وكلام ده كله ودي يمكن حالات انا عايز بس اأكد لان على طول السيد النائب رئيس الوزراء ووزير الصحة طبعا احنا بنتابع هذا الموضوع وارسلنا اول ما بدأت تتواطر هذه الموضوع على طول فرق طبية ابتدت تروح على هناك وتتحرك بشكل اساسي عشان نعرف بس هو ايه مصدر الموضوع لان هي دايما حضركم عارفين في الصيف وبالذات في مناطق الجنوب في ارتفاع الحرارة احيانا بتحصل بعد هذه النوعية من الحاجات دي فاحنا الهدف كله والفرق النهاردة نازلة لان عشان نتأكد ان احنا وده طمنا ونزلنا مبارح فرق على محطات الميا اللي بتخدم المنطقتين دول اكدوا ان العينات سليمة ومفيش اي مشكلة ولكن برضو احنا ماشيين وراء الشبكات ونشوف بس لان عايزين نتطمن ان مفيش مشكلة في هذا الموضوع ايضا اثير انها ممكن تكون بسبب بعض المأكلات اللي يعني تم تداولها في المنطقتين دول فبالتالي احنا بنتابع الموضوع واللي ده اللي انا عايز اأكد على حضراتكم وبنتابع والناس موجودة هناك وبغسلت ان احنا بنروح لغاية بيوت الحالات دي عجلشان نشوف هناك لو مثلا عنده خزانات مية الخزانات جيدة ولا لا لو في مشكلة اكلة حصلت فانا حبيت دايما في اطار الشفافية ان احنا بنعرض على حضراتكم ايه الموقف ولكن الموضوع حتى هذه اللحظة هو لا يعدو عن هذه الحالات اللي موجودة وبنتابع وبنتابع التطورات ولو في اي حاجة لقدر الله برضو حنقولها لحضراتكم في هذا الشأن انا حتوقف عند هذا الموضوع ولو في اي اسئلة من حضراتكم شكرا دولة الرئيس محمد بريب الدستور كنت عايز اسأل حضرتك في رقم ملفت جدا في البيان لحضرتك الاجتماعي اللي عملته مع السيد وزير الكهرباء خمسمية واربعتاشر الف محضر سرقة كهرباء صاهرة تستحق الدراسة نحتاج رسالة من سيادتك للمواطنين لازين يقومون بمثل هذا الاجراء ورسالة للموظفين للكبح جماعها هذا النزيف اعتقد ان هي جزء كبير جدا من ازمتنا في كرباء خمسمية واربعتاشر الف محضر في شهر واحد الله علم بيقى دي ايضا في مجلسكم المواكر اليوم تم اعتماد سعر تم اعتماد قرار مجلس ادارة صندوق الاسكان الاجتماعي لتحديد سعر وحدة الاسكان الاجتماعي كنا اودي نعرف السعر يا فندم ولو هناك معاد محدد للطرح لانه المصريين من شهر 12 الماضي حتى اليوم ينتظرون الطرح شكرا يا فندم شكرا وانا بشكر حضرتك على الموضوع بالخاص بظاهرة سرقات الكهرباء وللاسف دي يعني يعني انا من غير تزوئ للكلام ظاهرة سلبية بقت منتشرة موجودة عندنا وحضرتك احنا بنتكلم على ملايين الحالات سنويا وللاسف ده بيؤدي الى ان جزء كبير من القدرات المولدة بتهضر على الدولة انا عايز اقول لحضرتكم يعني احنا لو نصف هذه الحالات مش موجودة ما عندنش مشكلة في اي حاجة ولا ان احنا نحتاج لتدبير موارد اضافية للكهرباء ولا الكلام ده كله لان على الاقل هيبقى بناخد الموارد المالية لقصاد هذا الكلام ونقدر كدولة ندبره ونعمل به هذا الموضوع فبالتالي هي ظاهرة سلبية ومحتاجين كمواطنين نعي اذا كنت حضرتكم يعني بناخد بنفتكر ان الموضوع مصلحة شخصية مباشرة ان انا مبدفعش فاتورة الكهرباء هي حتسمع معك في حاجات تانية لان الدولة لما بتنزل النهاردة عشان تدبر موارد اضافية لان انا مضطر نتيجة للسرقات ده اولد كميات اكبر عشان اجيب فده معناها ان انا بروح استورد شحنات اضافية بتؤدي الى مزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة ومزيد من الضغط على موارد العملة الاجنبية وبالتالي دي من الوارد انها تسمع بعد كده فينا كلنا بمشكلة كبيرة حيتضرر منها اللي بيسرق زي الغيره فالموضوع ده الحقيقة احنا بدأنا بيه خطوات معينة بناخدها بتنزل الحملات بصورة كبيرة جدا ومكسفة اكتر ابتدنا ناخد بعض الاجراءات بالتجميد المؤقت للدعم اللي بتقدمه الدولة لهؤلاء اللي بتحرر ضدهم محاضر لغاية لما القضاء يفصل في هذا الموضوع لان مش معقولة يعني ارجو وارجو من حضراتكم نبقى واخدين بنا مش معقولة يبقى واحد بيسرق طيار كهرباء وفي نفس الوقت ياخد دعم تمويني ودعم خبز ودعم سميد واي خدمات الدولة النهاردة بتقدمها مدعومة فدي زاهرة لازم كلنا كموطنين نتكاتف فيها لان بمنتهى الامانة كدولة يعني لما يكون بيهضر مني كمية ليست بالقليلة يعني احنا بتصل كمية التقديرات الاولية احنا بنكلم في حدود 20% يعني نسبة ممكن تصل اللي هو منطلق عليه الفقد التجاري وليس الفقد الفني وده رقم ليس بالقليل فبالتالي يعني عشان كده كنت بقول نصف هذا الرقم لو تم توفيره سواء من خلال الوعي ومن خلال الاجراءات وكل الكلام ده اللي احنا شغالين عليها وايضا طبعا هو مش فقط الموظفين اللي بينزلوا هو حتى انا اسف انا اقول يعني اتكلم بصراحة حتى عامل الكهرباء اللي هو بيبقى بيدخل الكهرباء ده ممكن بيبقى صانع عادي او حرفي عادي وبيدخل الكهرباء للمواطن فيبدأ يعمل بعض الاجراءات اللي من شأنها ان هو يخلي يتجاوز عن هذا الموضوع وهو الموضوع سلوكيات معينة لازم كلنا نبقى اخدين بالنا ان الموضوع ده اذا كنت على المنظور الدايق شايفينه ان هو بيحقق لمصلحة شخصية لكن على المنظور الاعام هو بيدر الدولة كلها وعشان كده لازم كلنا نتحرك لمجبهة هذه الظاهرة ولازم يبقى عندنا وعي عام كلنا ولو حد من المواطنين شاف هذه المخالفة قدامه يبقى بيبلغ الدولة لان الموضوع موضوع حقيقي هو موضوع بيدرنا كلنا وبيدر المواطن الملتزم قبل ما بيدر الدولة نفسها موضوع سندوق الاسكان الاجتماعي النهاردة طبعا احنا هنطلق ان شاء الله وده اللي انا كنت يعني وجهت به السيد وزير الاسكان ان نعلن عن مجموعة كبيرة من الوحدات الجديدة ان شاء الله في الخلال الفترة الجاية وان احنا يعني النهاردة الهدف كله ان التكلفة تبقى بالزبط يعني الدولة المصرية ما تاخدش مليم من المواطن بالعكس الدعم حيفضل مستمر وبيزيد ويمكن حيبقى فيه اجتماع قادم الاسبوع الجاي عشان نطلق الارقام بتفاصيلها ان شاء الله مع سيد وزير الاسكان والسيدة مدير صندوق الاسكان الاجتماعي سيدة رئيس الوزراء كان فيه نقطتين سريعا بالنسبة للخمسة مليار دولار اللي هو يعني تم التوجيب زيادتهم من جانب السعودية في الاستثمار في مصر هل دول هيكونوا مثلا من نسبة الوداية اللي موجودة لدى البنك المركزي ام هتبقى اموال جديدة استثمارات جديدة دي واحدة الحاجة التانية ايضا فيما يتعلق بيه صندوق الاستثمارات السعودي وهو معه قطاع خاص كبير جدا هل فيه مشروعات معينة يعني هل من الممكن ان احنا نقول فيه تارجت ليهم مثلا عشر 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 خمسداشر مليار حيستثمروهم مثلا في مصر هل فيه قطاعات معينة مثلا لان اسمعنا يعني مشروعات كبيرة اوي في مجال البترول شكرا شكرا خليني اكد ان الخمسة مليار دول بخلاف الوديعة لمنهمش دعوة بالوديعة السعودية اللي موجودة دي استثمارات جديدة يعني تعهد سمو الامير انها حتم دخها في خلال الفترة القادمة في عدد من القطاعات التنموية اللي في مصر اللي ايضا بتحقق عائد اقتصادي لانه في الاخر هو استثمار ومسندوق وان شاء الله دي بتناقش منهم طبعا السياحة منهم الصناعة منهم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فده الحقيقة ملف ان شاء الله الفترة الجاية هتكون موجودة بالنسبة لسندوق الاستثمار وايضا القطاع الخاص السعودي وده يمكن كان النقاش الحقيقة مع اتحاد الغرف لا هناك الحقيقة رغبة شديدة في مضعفة الارقام باكتر من كده كمان بكتير من القطاع الخاص شركات عملاقة في المملكة النهاردة في قطاعات زي طاقة جديدة وتحلية مياه البحر تحديدا بيكلموا معنا على استثمارات تتجاوز العشرة خمستاشر مليار دولار في خلال الفترة الجاية فهي الحقيقة مجموعة حزمة متنوعة لكن مش عايز النهاردة ان يتخذ رقم معين لغاية لما نصل الى توافق اهم لان النقطة كلها ان احنا زي ما قلت بحالكم غير طبعا السندوق الاستثماري السعودي ايضا المهم جدا ايضا القطاع الخاص وانه يدخل بقوة في قطاعات مختلفة وده اللي احنا بنستهدفه وكلمنا على زي ما قلت لحضراتكم ازاي تعمل كيانات مشتركة ما بين القطاع الخاص السعودي والمصري ويبقى هدفهم ان هم يعملوا مشروعات مشتركة مش فقط للبلدين ولكن تدخل افصواق زي افريقيا مثلا او منطقة الشرق الاوسط حضرتك امرو البشير جارية الاهرام حضرتك اعلنت انه لا تخفيف الاحمال الكهرباء مرة اخرى هل ذلك يرجع لجهود زيادة نسبة الطاقة متجددة ام زيادة المبالغ المخصصة لاستراد الغاز والمزد ام السببين معا وكيف نضمن استدامة ذلك في ظل التوسع في المشروعات التنموية شكرا شكرا الموضوع طبعا هيبقى الحاجتين اللي حرج قلتي عليهم وهو ان احنا هيبقى عندنا حجم معين هحتاجه من الطاقات التقليدية اللي هو الغاز والمزد وده تاني هرجع وقوله لحضراتكم كنت بعتمد في جزء منه على الانتاج المحلي ونتيجة لان انا اتأخرت على المستثمر الاجنبي بقيت بضطر ان انا استورده فلما هرجع المستثمر الاجنبي يرجع يشتغل وينتج بكميات كبيرة هترجع الكميات كما هي فحتقلل لي فطورة الاستيراد بتاعي فده هيبقى جزء مهم جدا الجزء الاخر هو الطاقات الجديدة والمتجددة مصر بتتوسع وتجبر احنا دولة كبيرة وكل سنة بنزيد وبالتالي كل سنة بتزيد حجم طلب الكهرباء وده ما يقلقناش ويزعلناش في حاجة لان معنى ان زيادة حجم كهرباء معناها ان البلد بتنمو والاقتصاد بينمو الموضوع مش موضوع فقط عشان وحدات اسكان جديدة تضافت لا ده في مصانع جديدة بتموجودة في مناطق صناعية بتطلب النهاردة كميات كبيرة من الطاقة وكل واحدة من دول وراها عشرات الالوف من فرص العمل هو اقتصاد بينمو وبالتالي عشان كده لازم نبقى اعتمادنا لأكبر لان برضو مهما كان فطورة الوقود الاحفوري دي مش لازم انها تجبر وتزيد قوي بكميات كبيرة لازم المستقبل كله للعالم كله بيتكلم عليه هو الطاقة الجديدة والمتجددة عشان كده احنا بنتكلم طاقة رياح طاقة شمسية طاقة نموية كل دول كمزيج يزيد بحيث ان احنا نكون قادرين ان شاء الله على ان اي زيادات تبقى من خلال الطاقات الجديدة والمتجددة عشان كده احنا مستهدفنا لما اعلننا وطلعنا وقلنا عشرين تلاتين هتبقى نصيب الطاقة الجديدة والمتجددة اتنين واربعين في المية من اجمال الطاقة المولدة في مصر هو ده اللي احنا شغالين عليه لان دي بالنسبة لي اولا استثمارات تقريبا كلها بخلاف طبعا محطة الضبع هي استثمارات خاصة وبالتالي ده تشجيع الاقطاع خاص انه يدخل ويحط استثمارات جوه البلد وبالتالي هو اللي بيبقى عليه عب التشغيل والصيانة والادارة وهو كلنا عارفين بيبقى القطاع الخاص احرص ما يكون على ادارة هذه المنظومة بطريقة كفقة انا في الاخر حبقى كدولة مستفيد بتلقى منه الطاقة بنتفق على قيمة معينة وإحنا الحمد لله وصلين لأسعار جيدة جدا وبالتالي انا من مصلحتي كدولة ان انا اشجع هذا الموضوع في خلال الفترة الجاية في ظل التحديات الراهنة والاقتصادية على الساحة العالمية وتقول مصر عضو جديد في مجموعة البريكس ايه هي الرؤى اللي حت اتعارضها مصر في قمة البريكس المقررة حقيقها من قلال الشراكات وتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء حضراتكم طبعا يعني البريكس طبعا حارككم عارفين الدول الأعضاء وهي دول كلها النهاردة بقى الدول كبيرة وعملاقة يعني على رأسها طبعا الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا وبقية الدول وإحنا الحمد لله النهاردة بقينا موجودين من هذه القوى العملاقة اهم شيء هو النهاردة ازاي ان احنا نعمل شراكات والكل بيتكلم على شراكات حتبدأ في البداية سنائية ما بين الدول الأعضاء يعني ابدأ انا بتزيادة المشاركة مع الصين مع الهند مع البرازيل مع روسيا بحيث يبقى فيه مشروعات كبيرة وتحالفات بتبدأ انها تحقق من خلال انك تنفذي مشروعات مثلا في مصر في استثمارات صناعية تبدأي تستفيدي من المزايا اللي حطاها الاتفاقية انك تخدمي على الدول هنا مصنع مشترك مصري صيني او مصري روسي او مصري هندي ونصدر بالمزايا اللي بتتحها البريكس لدول البريكس اللي موجودة فهو ده اللي احنا النهاردة شغلين عليه ازاي ان احنا نعرض بصورة واضحة حزمة من المشروعات الكبيرة اللي احنا كدولة بنستهدفها في هذا الامر وتبقى فرصة من خلال القمة ان شاء الله لمحاولة الوصول الى اتفاقات صنائية مع هذه الدول الاعضاء باذن الله اتفضل ريوسي زين حضرتك اشرت في بداية المؤتمر عن الشائعات اللي بتعمل نوع من البلبل فذي ما حصل مع حدث قطري الدازي كان فيه خلال الساعات اللي فاتت يعني تعليقات كتير وشائعات كتير عن موضوع قرار الحكومة بزيادة سعر استوانة البوتاجاز فالناس مثلا كتير على سبيل الميديا لو خدنا على سبيل المثال قالت ان القرار ما كانش مدروس ما كانش بيراعي فئات كتيرة من المجتمع فتعليق حضرك على الموضوع شكرا طيب ارجو ان حضرككم ترجعوا الكلامي ان التحدي الكبير اللي بتواجهه الدولة ازاي النهاردة ملف الطاقة اتعامل معه وهذا الملف لان الكلام ده يوضع اثير وتقال كلام بعض وانا بعض الواحد زي ما قلت انا بتابع كل ما يكتب ويقرأ ويتداول على هذه كل الشواغل الرأي العين حجم النهاردة الدعم اللي بتتحمله الدولة في المحروقات والطاقة بقى يعني فوق قدرة احتمال اي موازنة للدولة المصرية وتاني انا بأكد وده جزء من الكلام اللي كان بيتقال احنا خدنا خيار في عز الازمة اللي حصلت في وقت تحديدا من بداية اواخر فترة كورونا وزيادة حرب روسيا واوكرانيا ان احنا نتحمل الجزء الاكبر من الفطورة بتاعت الدعم وده كدولة كنا بنتطر نعمله منين ماليش من الاستدانة احنا كنا بنتطر كوزارة مالية عشان نفضل يعني بقدر الامكان نحافظ على اكبر كم من الدعم ان احنا بنروح نستدين على امل ان هذه الازمات تبقى فترة عارضة وتنتهي ونقدر نتعامل معاها طول امد هذه الازمات وتعقدها وكل شوية بتدخل ازمة وصلتنا لمرحلة ان احنا النهاردة بقى فطورة الدعم فوق قدرة واحتمال الحكومة والموازنة العامة فبالتالي رؤيتنا لهذا الملف عشان نضمن استدامة الخدمة للمواطن لازم ابدأ احمل جزء من هذه الكلفة على المواطن ومعليش هتكلم تاني وانا دايما بيوصار انتوا قصوكم لما تقولوا هذا الكلام انتوا انا اسف اللفظ تقالوا وبعض اراء لكنكم بتمنوا على المواطن احنا ما بنمنش على حد بالعكس ان احنا دورنا ان احنا نخدم المواطن وتاني انا بأكد كيف ندير الازمة بصورة احنا عارفين كويس اوي ان بعض الاراء او بعض القرارات مش هتبقى يعني طلقى قبول الشعبي على المدى القصير ولكن الامانة برضو تقتضي ان انا ما انا يعني حاولنا بقدر ان كاننا تحمل ونشوف ايه قدراتنا على امل ان هذه الازمات اللي العالم كله تاني انا بقولها بيا ان تحت وطئة هذه الازمات ما فيش دولة في العالم ما عندهاش مشكلة وارجو حضراتكم كلنا نبص على هذا الموضوع وتابعاته انا قلت لحضراتكم لما رحنا الصين قمة القمة الافريقية الصينية ما فيش رئيس افريقي ما اتكلمش على ازمة زيادة الديون الداخلية عنده وعدم قدرة الدولة على تحمل هذا الموضوع وان هو بيطالب بيطالب ان لازم يبقى فيه تدخل دولي بموضوع الديون على الدول النمية والدول النشأة ولازم يكون اعادة النظر في هذا الموضوع عشان تقدر الدول تمشي في عملية التنمية فبالتالي هي ظاهرة موجودة لكن ارجع لهذا الموضوع تحديدا انبوبة البوتاجاز احنا النهاردة مصر بتنتج او استهلاكها 280 مليون انبوبة 280 مليون انبوبة سنويا تكلفة بتاعت الانبوبة 340 جنيه احنا كانت بمية جنيه فبالتالي في 240 جنيه دعم لما حضرتك تدربيهم في 280 مليون انبوبة هيطلع اكتر من 60 مليار جنيه جنبا الى جنب مع دعم المواد البترولية جنبا الى جنب مع الكهربا وحيتقال الله انت الكهربا انت الكهربا مش مدعومة انت ده انتو حطين دعم للكهربا 2 مليار بس في الموازنة فايه الارقام الكبيرة اللي انت بتقولها لأ في خسائر بتحققها شركات الكهربا نتيجة لانها بتحط بسعر اقل من التكلفة الحقيقية بتاعتها ففي النهاية شركة الكهربا دي ما هي شركة المفروض تهضر بمنظور اقتصادي بتيجي على المالية وتقول لها لو سمحت الدنيا الخسائر ففي الاخر هي منظومة متشابكة مع بعضها البعض فاحنا كل اللي بنعمله النهاردة بحاول اقلل من حجم الخسائر للدولة او الدعم اللي احنا الدولة بتتحمله وبضطر ان انا ادخل او ازوج شوية على المواطن تاني انا اقولها ما فيش حكومة بتحب انها تاخد قرار زي ده ولكن دي الرؤية اللي احنا كلنا وانا قلتها لحضركم واختاش عايزين نضمن سلامة الاقتصاد واستدامة تقديم الخدمات المهمة زي الكهرباء زي تواجد توفر السلع والمنتجات البترولية والكلام ده كله لازم نتحرك تدريجيا بكميات كبيرة لكن يبقى في القدرة اللي انا اقدر اتحملها لكن ما يبقاش بصورة النهاردة ان انا باضطر ان انا استدين بكميات كبيرة جدا بسعر فايدة عالي في الظروف اللي احنا موجودين وبنرميها بعد كده لقدام ونقول اللي يجي بعدنا لا فاحنا بنتطر نعمل نحاول بقدر الامكان نحقق نوع من التوازن اعي تماما ان اي قرار بزيادة وعارف كويس قوي للمواطن بيتحملوا ولكن كل اللي بنقدر نحاول نعمله النهاردة مع بعض ان احنا الجزء الاجبر اه بتشيلوا الدولة ولكن جزء ايضا المواطن يتحملوا معنا شكرا فاديم استمرارا للحديث في ملف الدعم هل هناك خطة لطرح موضوع الدعم النقدي قريبا للحوار المجتمع يعني اخر تطورات هذا الملف كمان في موضوع سرقات الكهرباء كان تردد ان فيه تقنيات من الممكن ان تساعد الحكومة على يعني كشف سرقات الكهرباء من المنبع فهل فيه مفاوضات مع بعض الشركات او يعني تواجه لهذا المشروع شكرا تاني انا قلتها يمكن موضوع الدعم النقدي مرة اخرى يعني احنا الموضوع ده موجود في مجلس الحوار الوطني وبيدرسه وزارة التموين بتدرسه مع كل الجهات ونحاول ان احنا نصل الى ان شاء الله انا اللي بستهدفه رؤية واضحة للدولة المصرية قبل نهاية هذا العام في هذا الشأن عشان لو حصل عليه توافق نبقى حطين في اعتبارنا خطة تنفيذية دي ازاي ننفذه مع بعض تدريجيا لو حصل عليه توافق لكن زي ما قلت لحضراتكم بالتأكيد ده الاصلح للدولة انا لو بتسألني كمسؤول وشفت بعيني اللي بيحصل من تجاوزات طول ما احنا شايفين التجاوزات اللي بتحصل هتظل موجودة مهما كان العنصر البشري والنفس البشرية يعني ما نقدرش ودي شيء مذكور في الكتب السماوية هتظل في نقى الضعف وبالتالي كل ما هتقدر تحاكم الموضوع ويروح بطريقة واضحة ومنظمة ومميكنة للناس انت بتقلل الاهدار والتجاوز اللي موجود في هذا الشأن وضوع التقنيات احنا بالفعل حاليا فيه يعني اتفاقيات بتتم مع شركات من ثلاثة الى اربع شركات دولية عملة هذه التقنيات بالفعل والنهاردة بدأنا على فكرة هم جربوا لنا ويمكن انا كنت اتكلمت فيها قبل كده هعملوا لنا مشروعات تجربية في بعض المناطق ومن خلالها وجدنا فعلا حددونا تحديدا قال لك انزل عشاقة رقم كذا في العمرة دي وانزل على المحل ده ووجدنا فعلا هذا الموضوع احنا طبعا ده هيحتاج بنية اساسية وتعميم بصورة كبيرة جدا ولكن احنا شغالين في هذا الموضوع ده جزء من مستهدفات وزارة الكهرباء بإذن الله محمود متوسطة البلد حضرتك من كام شهر كده اعلنت مع ان في اجتماع مع الغرف التجارية انها سيتم خفض اسعار السرع المعمرة وده بالفعل حصل خلال الفترة اللي فاتت تنزل من 10-15% من اسعار السرع المعمرة لكن دلوقتي الاسعار في الشارع اسعار بقى الخضروات اسعار المرتفعة جدا ومنها التماطم وفيه شائعات طالعة ان سبب غلاء التماطم هو تصدرها برا فعايزين توضيح بس من سيارتك خامنة حاضر التماطم عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين تضررت بصورة كبيرة جدا محصول التماطم تحديدا وبرضو بعد المحاصيل الاخرى تضررت بصورة كبيرة جدا من الارتفاعات الهائلة في درجة الحرارة اللي حصلت في شهر يونيو ويوليو يعني للأسف الانتاجية بتاعت المحصول تضررت بصورة كبيرة جدا فنتيجة لكده الكميات اللي طلعت لانتاجيتها اللي المفروض كانت تغطي السوق كله كانت اقل بنسب ليست بالقليلة يعني انا عايز اقول لحضرتك حصل تضرر ممكن نوصل لبعض الحاجات لغاية 20% نقص بسبب الحرارة العالية اللي احنا وجهناها واكيد حضراتكم شفتوا احنا عدينا بفترة كانت صعبة جدا نتيجة لكده طبعا بقت الكمية اللي متاحة في السوق اقال توقعاتنا ان شاء الله مع نص شهر عشرة هتدخل العروات الجديدة فهتبدأ الانتاجية نفيد وتبدأ تقل في خلال الفترة دي ولكن في نفس الوقت في توجيه حصل لجهاز حماية المستهلك ووزارة التموين ووزارة الداخلية على مدار الايام السابقة وفي تنصيق مع اتحاد الغرف على ان نتأكد ان ما فيش اي نوع من تخزين لبعض هذه السلع وان لو حصل في وجدنا ان فيه تخزين يبقى فيه بعض الاجراءات مع اتحاد الغرف علشان احنا مش عايزين ناخد اجراءات تعسفية ولكن ما ينفعش يبقى احنا عندنا نقص ومرة اخرى يبقى فيه نوع من التخزين فعشان كده حصل من يومين توجيه ليهم بنتحرك فيه بهدوء علشان نضمن باذن الله توفير لغاية لما العروات الجديدة على نص عشرة ان شاء الله تدخل في خلال الفترة القادمة اللي وراء حضرتك اتفاضل محمد عمتر شارق بلومبرج سيادتك في بعض الصفقات او الشركات التي تحدثت عنها للحكومة الفترة الماضية بانه سيتم اعلان طرحها في البورسة زي شركة وطنية وجبل الزيت ومحطة كهرباء بنسويف توقف الحديث عنها الفترة الماضية او الفترة الحالية اللي احنا فيها فهل ده معناه ان هذه الشركات خرجت من برنامج الطرحات الحكومية ام يتم الان اعادة دراسة طرحها بشكل مختلف نتيجة المتغيرات التي حدثت يعني على عرض الواقع شكرا الله طيب انا هقول لحضراتكم تاني عشان اوضح ولن امل ان احنا نكرر هذا الموضوع الهدف من برنامج الطرحات هو تعظيم الاستفادة من اصول الدولة وبالتالي ان انا احقق او اجيب منها اعلى عائد ممكن للدولة المصرية فاذا ما كان العرض اللي بيقدم ليس يعني تبقى للتقديرات اللي احنا حطينها اللي يحقق تعظيم من هذا العائد وبالتالي ايب انا مش مجبر ان انا يعني اعمل عليه تعاقد او انهي التعاقد في هذه المرحلة واحيانا الظروف بتحكم التوقيت نفسه ممكن ما يبقاش مناسب وعايز اقول لحضرتك يعني تحديدا عشان نبقى الموضوع واضح محطة زي بتاعت محطة البنسويف نتيجة للظروف النهاردة اللي احنا موجودين فيها في موضوع الطاقة ورؤيتنا ان احنا ازاي نناور ما بين المحطات وبعدها البعض وعشان نقدر نضمن ان يحصل فيه ثبات واستقرار لتوليد الطاقة وجدنا ان يبقى القطاع الخاص هو اللي مسؤول عنها ويبقى ملكيته او ادارته فاحنا كدولة النهاردة عشان الصالح العام غلبنا الصالح العام للدولة وقلنا لأ ليس هذا هو التوقيت المناسب لهذه المحطة وخلينا نستنى لغاية لما الامور تبقى اكثر استقرارا مش معنى ان احنا بناخد القرار بان الوقت حاليا مش مناسب ان احنا بنلغي الطرح خالص بالعكس ولكن مصلحتنا كدولة بتقول التوقيت ده دولتي مش مناسب او العرض اللي تقدم لهذا الاصل غير مناسب فده مش غلط ان احنا نقول لأ المرحلة دي ما تنفعش ونعيد الطرح مع اضافة طروحات اخرى ناخد اخر سؤال ابراهيم الطيب للمصر اليوم سؤالي لحضرتك فيما تعلق بملف الدواء الملف ده بيحظى باهتمام كبير من الحكومة ويمكن ده بينعكس من خلال اللقاءات المباشرة اللي حضرتك تقوم بها مع المسؤولين او بفي توفير الاعتمادات المالية اللازمة ولكن اسمح لي هذه الاجراءات ربما لم تنعكس بالشكل كامل على ارض الواقع بنشوف بعض طوبيع الدواء في بعض الاماكن خاصة مثلا هل بنكلم على صدر ضلية الاسعافة هنا عايز اسأل سيادتك على جهود الدولة لدعم شركات الدواء الحكومية خاصة مثلا الشركة القبضة للدواء اللي كانت بمسابة امن قوم دوائي بنسند او بنعتمد عليها لفترات طويلة هذه الشركات ربما تراجعت قدراتها في الفترة الاخيرة لبعض التحديات اللي وجهتها لصالح الشركات متعددة الجنسيات فكنا محتاجين نعرف دعم الحكومة لهذه الشركات شكرا طيب احنا قلنا على موضوع الدواء واعتقد ان حصلت انفراجة ليست بالبسيطة في نوعيات كثيرة جدا جدا من الدواء والحمد لله يمكن تبقى للارقام تقريبا ما بين 80-90% من الادواء النقصة ابتدت تبقى متوفرة واحنا قلنا كانت فترة معينة زمنية 3 شهور واعتقد ان شاء الله حنبقى قادرين على هذا الموضوع في خلال المدى الزمني لهذا الامر نيجي الموضوع الشركة القبضة للادوية احنا مبارح كان في لقاء مع وزير قطاع الاعمال العام وكان بيعرض الشركة القبضة للادوية عايز اقول لحضرتك احنا الفترة اللي فاتت الدولة المصرية استثمرت مليارات في اعادة تأهيل خطوط الانتاج بتاعت هذه الشركات لان كانت خطوط انتاج كثيرة منها تقدمت وكانت اصبحت يعني التخوف ان ممكن يبقى المنتج بتاعها ليس مطابق للمواصفات الدولية فاخدنا قرار الحقيقة كان من بضعة شهور في وقت قطاع الاعمال السابق اللي هو حلين وزير الكهرباء وتعمل ايقاف لعدد من الخطوط وتم الحمد لله انهاءها بالكامل وتجددها بالكامل وخدت تمام مبارح من السيد الوزير ان كل الخطوط رجعت للانتاج الكامل تبقى للمواصفات العالمية فيما عدا شركة واحدة خط واحد هيخلص في خلال الشهر القادم فبالعكس الشركة القبضة ان شاء الله الفترة الجاية المستهدف هنشوف هتعود تاني لاقصى طاقات الانتاجية لان زي ما قلت لحضرتك احنا كنا مضطرين لفترة معينة ان احنا نجدد الخطوط فتقل الانتاج بتاع هذه الشركات ولكن اعتبارا ان شاء الله من خلال هذه المرحلة اللي احنا فيها هتعود باقصى انتاجية ممكنة ان شاء الله انا بشكر حضراتكم جميعا وإلى اللقاء في الاسبوع القادم بإذن الله تابعنا مشاهدين المؤتمر الصخفي الاسبوعي لرئيس مجلس الوزراء وذلك بعد عقد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء هذا واشار رئيس مجلس الوزراء الى مجموعة من النقاط التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع وكان على رأسها ما حدث في الاسبوع الماضي من زيارة للمستشار الالماني الى مصر ايضا دعم العلاقات بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية وكيفية ضخ استثمارات الجديدة بين الطرفين واشار رئيس مجلس الوزراء الى موضوعات اخرى كان منها الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة وابرز الخطوات التي تقوم بها الدولة في هذا صدد بالاضافة الى اجابته على اسئلة مجموعة من الصحفيين في هذا المؤتمر الصحف شكرا للمتابعة وادمتم في امان الله اشتركوا في القناة